مساء الخير النابلس لا يموت إلا مشتبكا وبوصية اللحظات الأخيرة من البلدة القديمة المحاصرة بحبك يا أمي وخل السلاح صاحي وكما حملته جنينا رفعته على كتفيها شهيدا وتقدمت به موكب المشيعين في ملحمة موت يومية إن لم يكن في غزة المحاصرة ففي جنين ونابلس وبيت الأحم والأخصى وثبتت بالدم المسفوك على عرض فلسطين وحدة ساحات المقاومة تحت العلم الفلسطيني لا غير وهو ما سمته حماس الاشتباك المستمر في الضفة الغربية ردا على عملية كاسر الأمواج ما قالته المقررة الأممية في الأراضي المحتلة فرانشيسكا البانزي في ذروة العدوان على غزة أكدته اليوم منظمة هيومان رايتس ووتش من أن دوامة التصعيد الإسرائيلي ستستمر طالما استمر الإفلات من العقاب ومن تهديد قيادة الاحتلال باستهداف قيادة المقاومة في إيران وسوريا ولبنان أرسل أمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معادلة سنرد حيث يجب أن نرد وفي رسالة مباشرة إلى الإسرائيليين قال إن أي محاولة لاغتيالهم وأي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون رد وفي ملف ترسيم الحدود البحرية أعلن نصر الله التعبئة العامة وقال نحن في الأيام المقبلة ننتظر الأجوبة على طلبات الدولة اللبنانية ويجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات ونحن في هذا الملف جادونا إلى أقصى درجات الجدية ووصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطريقة فلا يجربنا أحد ولا يهددنا أحد ولا يراهن على أن يخيفنا أحد بالبريد الفلسطيني بعثت إسرائيل برسائل من نار وبرود في أكثر من اتجاه فأصابت إحداها أجواء التفاؤل في فينة وقرب الانتهاء من المنف النووي بنص أوروبي غير قبل للعزل رأى فيه طرفان الإيراني والأمريكي تقدما إيجابيا فالتقط مرسد المختارة الإشارة من القمر الصناعي الذي يبث مشاهد أمريكا وأوروبا وهما تهرولان باتجاه إيران فوجد في الضحية الجنوبية جارا وحزبا لم يأتي من القمر فاستدار دورة كاملة وطلب لقاء من قيادة الحزب كان مفترضا الأسبوع الماضي وجرى تأجيله إلى ما بعد الانتهاء من مراسم عاشراء وعلى مسافة الساعات أو الأيام الفاصلة بين التواصل مجددا لتحديد موعد اللقاء فان جنبلاط حصر النقاش في عنوانين أساسيين ملف الكهرباء والصندوق السيادية أما حزب الله وبحسب المعلومات فلن يطرح على جنبلاط أي ملف وخصوصا الاستحقاق الرئاسي إلا إذا بدر هو إلى فتحه وإلى أن يلتقي جنبلاط حليف إيران ويصبح حليف الحليف قد يجرؤ على تعويم طرح الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء في لبنان بعد أن قدم لبنان المواصفات المطلوبة وبعد تحذير وزارة الطاقة من أن مخزون الفيول العراقي ينتهي أواخر الشهر الحالي وعليه تهيأ مجددا للعتمة المستدامة إذن الاحتلال يغتال إبراهيم النبلسي القيادي في كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتحه ووصية الشهيد لرفاقه لا تترك السلاح ووالدة الشهيد تودعه بابتسامة حافظوا على الوطن ولا تترك السلاح تلك الوصية الأخيرة لقائد كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النبلسي قبل لحظات من استشهاده اتصل الشاب العشريني بوالدته وهو تحت وابل النيران الإسرائيلية وطلب منها ألا تحزن وأن تدعو له قال لي أني ما تزعلي علي أنا محاصر ما تزعلي